خلينا بقى دلوقتي نروح لمحمود جميل زميلنا في صباح الخير يا مصر عشان نتعرف على أحوال المرور النهاردة من داخل الإدارة العامة للمنور صباح الخير عليك يا محمود الجو سقيع النهاردة والجو برد جدا وأعتقد ده ممكن يكون بأثر على حالة المرور ناس كتير اللي متاح له وإنه وينزلش بين بيته أعتقد مش هيتردد للحظة إنه وينزلش صباح الخير عليك يا منا وصباح الخير على كل مشاهدي ومتابعي برنامج صباح الخير يا مصر في كل مكان طبعا هو متوقع النهاردة في حالة التقس إنه يكون يكون تقس مائل للبرودة كما يعني أعلنت هيئة الأرصاد الجوية لكن يمكن ده مش هيأثر قوي على حركة المرور في شوارع الجيزة يمكن إحنا النهاردة مفيش حتى الآن شبورة ولا يعني في أي عطل في الحركة المرورية كل الشوارع فيها حالة استقرار طبيعية وده هنشوفه من خلال طبعا الكاميرات المسبتة للإدارة العامة لمرور الجيزة هناخد جولة كده في شوارع الجيزة ونتعرف على الحالة المرورية النهاردة أخبارها إيه فهنبدأ مع حضراتكم دلوقتي وأول ميدان هنبدأ به هو ميدان الرماية ميدان الرماية زي ما حضراتكم شايفين هيكون فيه سيولة مرورية بالنسبة للمتجه إلى منطقة الحديق الأهرام أو طريق الفيوم أو مدينة 6 أكتوبر هيكون فيه سيولة مرورية تم موجودة أيضا الاتجاه الآخر القادم من طريق حديق الأهرام أو مدينة 6 أكتوبر وطريق الفيوم ومتجه إلى شارع الهرم أو شارع فيصل هيكون طبعا فيه سيولة مرورية عندنا فيه ميدان الرماية رغم وجود الأعمال الإنشائية الخاصة بمترو الأنفاء من ميدان طبعا الرماية بالنسبة للمتجه إلى مدينة 6 أكتوبر هيكون عندنا ميدان الحصري لازم أن نحن نتعرف على الحالة المرورية الموجودة في ميدان الحصري بالنسبة للقادم لميدان الحصري هيكون فيه سيولة مرورية موجودة في هذا الاتجاه وأيضا الخارج من ميدان الحصري باتجاه محور 26 يوليو هيكون أيضا فيه سيولة مرورية موجودة في جميع الاتجاهات الخاصة بميدان الحصري من ميدان الحصري ننتقل إلى الجيزة وتحديدا فيه كبري الدقي كبري الدقي هيكون فيه سيولة مرورية بالنسبة لهذا الاتجاه وهو المتجه إلى شارع البطل أحمد عبد العزيز وجمعة الدول العربية قادما من جمعة القاهرة وميدان الجيزة أو الاتجاه الآخر المتجه إلى ميدان الجيزة وجمعة القاهرة قادما من جمعة الدول العربية بالنسبة له المتجه إلى ميدان الجيزة حابين أننا نطمن حضراتكم على الحالة المرورية في ميدان الجيزة والمنازل الخاصة بميدان الجيزة أولا أسفل الكبري تحديدا ميدان الجيزة هيكون فيه سيولة مرورية الكسفات اللي موجودة فقط دي بسبب طبعا الإشارة اللي موجودة علشان تنظيم حركة السير داخل ميدان الجيزة لكن بالنسبة لمنزل ميدان الجيزة بالنسبة للقادم من فيصل هيكون فيه سيولة مرورية موجودة في هذا المنزل وأيضا شارع مراد هيكون فيه سيولة مرورية موجودة بالنسبة للمتاجه إلى العجوزة أو كبري عباس أو كبري الجامعة عفواً هيكون فيه سيولة مرورية أما هذا المنزل هو المتاجه إلى كوبري عباس وألمانيا هيكون فيه سيولة مرورية زي ما حضراتكم شايفين بالنسبة لمدان الجيزة والمنازل الخاصة بمدان الجيزة من مدان الجيزة هننتقل إلى كوبري 6 أكتوبر كوبري 6 أكتوبر من طبعا الكباري المهمة جدا ويمكن فيه سيولة مرورية في الاتجاهين سواء المتاجه إلى مدينة نصر ووسط البلد ورمسيس أو الاتجاه الآخر هيكون متاجه طبعا إلى الجيزة أو شارع البطل أحمد عبد العزيز أو الكورنيش هيكون فيه طبعا كورنيش العجوزة هيكون فيه سيولة مرورية في جميع الاتجاهات الخاصة بكوبري 6 أكتوبر من كوبري 6 أكتوبر هننتقل بالقرب مرة أخرى إلى جامعة القاهرة وهو مدان النهضة مدان النهضة زي ما حضراتكم شايفين احنا بنشهد سيولة مرورية موجودة في مدان النهضة بالنسبة للقادم من مدان الجلاء وهيكون متاجه إلى جامعة القاهرة أو الجيزة هيكون فيه سيولة مرورية أيضا القادم من جامعة القاهرة أو من مدان الجيزة وهيكون متاجه إلى نفق الجلاء أو هيكون متاجه إلى كوبري الجمعة فده هيكون فيه سيولة مرورية موجودة وأيضا اللي هيكون متاجه بنحية شارع الجيزة وتحديدا شارع المراد هيكون أيضا فيه سيولة مرورية موجودة في مدان النهضة دايما نحن بنقول أن يتم اتخاذ كوبري أكتوبر كبديل لكوبري 15 مايو اللي هنشوف أخباره إيدي الوقتي من خلال الشاشة الخاصة بمدان سفينكس مدان سفينكس طبعا هيكون عندنا كوبري 15 مايو دايما بيكون عندنا كسافة طبعا في الاتجاه القادم من المحور وميدان لبنان ومتاجه طبعا إلى شوارع القاهرة والزمالك فهنا بيكون فيه بعض الكسافات اللي موجودة طبعا بسبب وجود طبعا الجامعات أو بعض الكليات أو المدارس اللي موجودة في منطقة الزمالك فهنا بنشهد بعض الكسافات عشان كده بنقول أنه يتم اتخاذ كوبري أكتوبر بديل لكوبري 15 مايو أما الاتجاه الآخر على كوبري 15 مايو المتاجه إلى ميدان لبنان أو مدينة 6 أكتوبر عن طريق المحور هيكون فيه سيولة مرورية تم أيضا أسفل ميدان سفينكس هيكون شارع أحمد عرابي بالنسبة للقادم من كورنيش العجوزة هيكون متجه إلى شارع أحمد عرابي والسودان وكوبري عرابي هيكون فيه سيولة مرورية في هذا الاتجاه باستثناء المنطقة اللي بيكون فيها الأعمال الإنشائية الخاصة بميترو الأنفا بيكون فيه بعض الكسافات بسبب التحويلة اللي موجودة في هذا الشارع أيضا هذا الاتجاه الآخر القادم من كوبري عرابي ومتاجه إلى جامعة الدول وشارع البطل أحمد عبد العزيز وهيتم طبعا الاتجاه نحية شارع البطل أحمد عبد العزيز وجامعة الدول العربية لاتخاذ كوبري أكتوبر بديلا لكوبري 15 مايو آخر حاجة هتكون معنا حابين نطمن عليها أيضا هي طريق فيصل المريوتية شارع فيصل هيكون فيه سيولة مرورية في الاتجاهين سواء القادم من المريوتية ومتاجه إلى الجيزة أو الجانب الآخر المتاجه من الجيزة قادما إلى المريوتية فهيكون فيه سيولة مرورية في شارع فيصل المريوتية فإذا بشكل عام فيه سيولة مرورية موجودة في أغلب شوارع ومناطق محافظة الجيزة فقط كوبري أكتوبر كوبري 15 مايو عفوا فيه كسافة مرورية بالنسبة للقادم من ميدال لبنان ومحور 26 يوليو فالأفضل لي والبديل لي هو كوبري 6 أكتوبر من خلال شارع جامعة الدول العربية وشارع البطل أحمد عبد العزيز بيتم طبعا اتخاذ كوبري أكتوبر وحابين نطمن أستاذ المواطنين أن حتى الآن حالة التقص بالنسبة للحالة المرورية يعني مش بتعطي الحالة المرورية بل بالعكس يعني فيه سيولة مرورية موجودة وطبعا رجال المرور موجودين في جميع المناطق والمراكز الخاصة بتمركز الوحدات المرورية ورجال المرور لاتخاذ طبعا اللازم في حال وجود أي طبعا حركة أو أي تعطيل لحركة السير في خلال يعني لو فيه أي تحسب لسقوط أمطار خلال الفترة المقبلة دي كانت الحالة المرورية من الإدارة العامة لمرور الجيزة برجعلك مرة تانية مننا في الاستوديو شكرا لك محمود جميل من الإدارة العامة للمرور في الجيزة شرح وافي ما وضح لنا فيه كثير من التفاصيل وربط كمان لحالة التقص وتأثيرها على المرور شكرا لك محمود جميل من الإدارة العامة لمرور الجيزة مشاهدينا خلينا دلوقتي نروح لفصل سريع ونرجع تاني لحضراتكم نكمل باقي فقراتنا خليكم معانا